الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم حذر خبراء اقتصاديون من أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة في أداد الجداول لموازنة عام 2025 وذلك بسبب التقلبات المستمرة لأسعار النفط في الأسواق العالمية وقال الخبراء إن انخفاض أسعار النفط وعدم استقرارها يؤدي إلى نقص في العائدات المالية التي تمثل مصدر الدخل الرئيس لحكومة بالإضافة إلى اتساع نطاق العجز المالي الذي ربما يفوق المسجل في موازنة 2024 وأضافوا أن التوترات الإقليمية ستزيد من تعقيد عملية التخطيط المالي التي تفرض التزامات على الحكومة في مجالات تأمين الرواتب والدعم الاجتماعي والبنية التحتية بما يشكل ضغطا على الموازنة أكد خبراء في شأن المالي والاقتصادي أن الجهة المسؤولة عن حماية العملة العراقية من التزوير وانتشارها في الأسواق هو البنك المركزي وقال الخبراء أن البنك المركزي يجب أن يعمل على إيجاد وسائل لحماية العملة التي يصدرها من التزييف وهذا الأمر موجود بكل دول العالم مضيفين أنه مع ذلك فإن انتشار التزييف والتصدي له ليس مسؤولية البنك بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة ومنها الأمنية أعلن المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل صفار أن صندوق الإسكان بحاجة إلى تمويل إضافي لإعادة فتح القروض مستبيدا إعادة فتح القروض الخاصة بصندوق خلال الفترة الحالية وقال الصفار أن صندوق الإسكان يعتمد على التمويل الذاتي إذ يستند إلى استرجاع الأموال من المقترضين السابقين لتوفير سيولة النقدية تمنح المقترضين جدد وأوضح أن إعادة فتح القروض مرتبط بسرعة استجابة المقترضين في تسديد المبالغ المستلمة حضت هيئة النزاهة على أهمية تعديل قوانين استقدام العمالة العربية والأجنبية وضع مواد قانونية صارمة وتجديد النصوص العقابية للقضاء على الطرق غير الشرعية لدخول وتسرب العمالة إلى داخل العراق وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي إلى أن ضعف الغرامات المفروضة على الأجانب الداخلين خلافاً لأحكام قانون الإقامة أو الذين لم يطيعوا أوامر الترحيل الصادرة بحقهم كبدت دولة مبالغ مالية كبيرة لإبعاد العمالة الداخلة بطريقة غير مشروعة أكدت مصائر مطالعات وقف مصفى بيجي المؤهل حديثاً بمحافظة صلاح الدين عن العمل بعد أيام من توقف مصفى كربلاء وهو ما ينذر بتفاقم أزمة مادة الكاز في العراق وأشارت المصادر إلى عدم وجود عقود استيراد جديد للكاز أرغم شبه نفاذ المادة من الأسواق وهو ما دفع بمسؤولين حكوميين لإعادة فتح ملف مستودع المفتي النفطي في البصرة والذي تعرض للتهديم والسارقة رغم أهميته لأنه يعد ضرورة حيوية لتأمين خزين استراتيجي من الغاز وكان يمكن أن يلعب دوراً مهماً في استقرار السوق وتلبية الطلب المتزايد على الوقود أسعار الملات الأجنبية مقابل الدنار العراقي وأسعار المعادن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختام المجزة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر